أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن البلاد ستضل بحاجة القوات الأمريكية للتدريب والحصول على المعلومات الاستخباراتية جاء ذلك في تصريحات له خلال مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس قبل زيارته لواشنطن وضف الكاظمي أن قوات الأمن والجنش في العراق قادرة على الدفاع عن البلاد دون دعم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بيد أنه قال أن أي جدول زمني للانسحاب سيعتمد على احتياجات القوات العراقية وقال أن الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا فرضت جداول خاصة لانسحاب القوات من العراق والتي تعتمد على المفاوضات التي سنجريها في واشنطن